عقدت الغرفة التجارية والصناعية في عدن مؤتمرا صحفيا حول الوضع الاقتصادي أكدت فيه أن التجار لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار وقالت الغرفة التجارية والصناعية بعدا أن ضعف القدرة الشرائية تسبب في ركود اقتصادي كبير في البلاد وطالبت الغرفة في بيان صادر عقب المؤتمر الصحفي القيادة السياسية بضرورة توفير العملة الصعبة لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين واشدد البيان على ضرورة تحييد الاقتصادي وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية واستنكرت تزايد المشكلات التي تواجه السفن قبل وصولها إلى ميناء عدن والمتمثلة في التفتيش بالموانئ المجاورة مساهمة في مضعفة الأسعار بشكل جائر على المواطنين الممور السياسية قد يضطرون أحيانا يتغافلون أو يغفلون عن الوضع الاقتصادي ولكن الوضع الاقتصادي هو أهم من الرصاص الذي يضرب لأن الرصاص قد يوجه لشخص لكن الاقتصادي وجه لجميع الناس وجميع المواطنين أغنياءهم فقراهم أقوياءهم وضعفاءهم غنيهم وفقيرهم وجهوا لنا كثير من الدول الدائمة العضوية يتساءلون على الوضع الاقتصادي بدورهم حمل عدد من التجار البنك المركزي مسؤولية انهيار العملة كونه عمد إلى إجراء مزاد لبيع العملة وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها وعبر التجار عن تخوفهم من حصول مجاعة بسبب خفض عمليات الاستيراد نتيجة عدم العملة إضافة إلى تسريح بعض الشركات للقوى العاملة لراء الأزمة الاقتصادية التصرف الأخير الذي ورد من المصرف المركزي بتوفير المزادات هذه الحقيقة للأسف الشديد زادت الطين بلة لأن هذه المزادات اعتمدت في الأساس على كتلة نقدية هشة غير متواجدة لدى المصرف المركزي وبالتالي تمت المزادة فيها وتم رفعها وتم شراء الآن في أربع مزادات سلع أساسية بأسعار عالية سوف يتكبد ويتحمل عناءها الناس الجميع أصبح الآن يخفض الاستيراد والخوف أن بعرين بتظهر مشكلة شحة في المواد أكثر من مشكلة أنها توصل المواد بغلاء الخيارات الموضوعة لشركات الآن بلأت بتخفض أعمالها بلأت تخفض موضوحها